اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقالت صحيفة لوباريزيان ظهر حاكمي بشكل جيد لقد كانت تمريراته دقيقة واعتراضاته اكثر قوة لم يكتفي بدوره الدفاع الرائع بل سند الهجوم كثيرا اما فوت ميركاتو فعلقت على اداء نجم اسود الاطلس بالقول مساهمة حاكمي الهجومية تستحق الاشادة لقد كان سريعا للغاية والسبب العديد من المشاكل لدفاع لوريون من ناحيته قال موقع ادواره الهجومية والدفاعية كانت تستحق التقدير امام لوريون لقد كان رائعا في المباراة انه الافضل في الصف في باريسان جرمان وسقط باريسان جرمان في فخ التعادل السلبي في مستهل مسيرته للدفاع لقبه في الدورة الفرنسية تحت قيادة مدربه الاسباني لويس انريكي عاجل لقجع والرقراغي يخطفان نجما عالميا من ايكس بدأت الجامعة الملكية المغربية لكورس القدم في متابعة وضعية اللاعب الشاب انس صلح الدين الذي يشغل مركز ظهير ايصر في الصفوف نادي ايكس مستردام حيث يبلغ من العمر 18 عاما فقط ويأتي هذا الاهتمام في اطار الجهود المستمرة لتعزيز صفوف منتخب المغربي بالمواهب الشاب والموهوبة وافادت مصادر اعلامية متطابقة بان الجامعة قد بدأت في التحرك للعمل على ملف اللاعب انس صلح الدين بهدف ضمه للصفوف المنتخب المغربي ويعتبر اللاعب صلح الدين من العناصر الواعدة في كورة القدم حيث يلعب في فارق ايكس مستردام الهولندي وقد استطع ان يتألق بمواهبه ومهارته على مستوى النادي وتشهد الفترة الحالية تحركات جدة من الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم لجذب اللاعب للاندمام الى الصفوف المنتخب المغربي وقد اشارت المصادر الى ان الناخب الوطني واليدرقراجي قد يقوم بالاتصال باللاعب الشاب في الفترة المقبلة للوقف على اخر تطورات الوضع واستطلاع مدى رغبته واستعداده لللاعب مع المنتخب القرار المتوقع من صلح الدين سيكون مهما للغاية حيث سيحمل قراره وزنا كبيرا في مسيرتها الرياضي المستقبلية اذا تم قبول الدعوة لللاعب مع المنتخب المغربي فسيكون له دور حيوي في تعزيز خطوط الفريق ومساهمته في تحقيق النجاحات في المنافسات القادمة وتظل الانظار متوجهة نحو تطورة هذا الملف المتير في الايام المقبلة ونترقب بشغف لمعرفة قرار اللاعب الشاب ودوره المستقبل في منتخب المغرب تشافي يفاجئ الزلزول بقرار مميز كشف تقرار انصع في اسبانيا عن الموقف النهائي لتشافي هرنانديز مدرب فريق برشلون الاسباني لكرة القدم من مستقبل الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي مع النادي الكتالوني وأوضحت صعيفة بورتال اسباني أن تشافي هرنانديز استقر على بقاء النجم المغربي ضمن الصفوف برشلون خلال الموسم الكرة والجاري وأضفت الصعيف أن مدرب برشلون يرى أن الدولية المغربية يمر بحالة نوج كبيرة كما أن لديه استعدادا بدنيا هائل وأشار المصدر نفسه إلى أن الزلزولي يشبه إلى حد كبير النجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي انتقل إلى باريسان جرمان في السرعة والمراوغات والاحتفاظ بالكرة والثقة بالنفس واختتم المصدر نفسه أن الزلزولي منح الأسبقية لبرشلون ويتمسك بالبقاء مع الفريق على الرغم من العرض المغري الذي توصل به من ريال بيتيست في الميركات الصيفية حارس مرمى المنتخب الوطني يسين بونو يتير استنفار باير ميونيخ يرصد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يسين بونو باير ميونيخ بعد أن انتقل اهتمام ريال مادريد إلى حارس مرمى تشيلسي كيبا ووفق لصحيفة أصل إسبانيا فإن بونو قد استجاب لقرار ريال مادريد بتفضيل كيبا وقررت تفكير في عرض من باير ميونيخ وكان يسم بونو يضع ريال مادريد في مقدمة خياراته ولكن الحارس المغربية لم يتجهل أهمية الانتقال إلى باير ميونيخ الذي يعتبر أحد أقوى الفرق في ألمانيا وأوروبا ويقدم له الفرصة للتقدم في مثلته الاحترافية ولم يعد أمام باير ميونيخ خيار آخر بعد مغادرة الحارس السويسري يان سومارا ويقترب البديل راية من أرسنان الإنجليزية والغياب الطويل للحارس الأول نوير ما جعل الألمان يجددون التفاوض بشأن المغربي بونو بعرض جديد وأكدت تقرر صعفي أن النادي ريال مادريد الإسباني صرف النظر عن التعاقد مع الدولة المغربية سيم بونو حارس مرمى نادي إشبيلي الإسبانية نتيجة المطالب المالية للنادي الأندلوسية والتي وفق المصادر الإعلامية إسبانية تجاوزت صقف الـ 22 مليون يورو وأضفت تقارداتها أنه مبلغ كبير بالنسبة للنادي الملكية الذي لا يرغب في الاستثمار على مرتين في حراس المرمى على اعتبار أن الدولة بونو مرشح بقوة لمغادرة النادي مطلع العام المقبل من أجل المشاركة في نهائية كأس أمم أفريقيا مع احتمال أن تطول مدة غيابي عن الميرنجي في حال بلوغ الأصود المرحلة النهائية للبطولة الأفريقية ما سيجبر ريال في الوقت نفسي على إيجاد بديل جديد لبونو وتقدم باير ميونيخ بعرض قيمة 15 مليون يورو لضم ياسم بونو لكن إشبيليا يصر على أن يتجاوز العرض العشرين مليون يورو حتى يوافق على رحيل حارسه البارز تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد رفض دفع عشرين مليون يورو من أجل التعاقد مع بونو خاصة أنه سيغيب لفترة تتروح بين الشهر وخمسة واربعين يوما بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية حمد الله يتلاعب بالمدافعين ويسجل هدفا جميلا على الرائد عاد الدولي والمغربي عبد رزاق حمد الله للعزف على أوطار تألق بهدفه المسجل في مباراة الاتحاد والرائد اليوم الاثنين لحساب الجولة الأولى من الدولة السعودية وتمكن حمد الله الذي شارك أساسيا في المباراة من تسجيل الهدف للاتحاد في الطاقة التاسعة والخمسين من مجهود فرديا بعدما تلاعب بمدافعي الرائد أمام أنظار زميلي كاريم بنزيمة قبل أن يسكن الكرة في المرمى وشكل هدف حمد الله أقوى رد على المدرب نونسانتو والمنتقدين بعدما تمسي بعده في وقت صابق جراء خلافه مع المدرب قبل أن يتم عقد الشماعي انتهت على إتره الأزمة وعاد المغربي إلى التداريب هذه أبرز العناوين الصحافة الفرنسية تزف خبران صارا بخصوص المغربي أشرف حكيمي مدافع باريسان جرمان عاجل لقجع والريقراغي يخطفان نجما عالميا من آياكس تشاف يفاجئ الزلزول بقرار مميز